دركة القبول قدرته على التواصل مع الجماهي طبعاً طبعاً يعني أنا خلينا أقول حاجة حاجة بصراحة مش عارفة حاجة شفت الفيلم ولا أنا شفت فيلم مولانا كانت فكرة القطيب الشاب اللي قادر يتواصل بلغة سالسة اللي يحمل فكره الخف... يعني خفيفة الظلم يعني يحمل دعابة يحمل إقناعاً بسيطاً لا يحمل تشدداً لا يحمل لغة مقعرة دي الأساليب اللي قادرين يوصلوا بيها عيننا من الدفعة الجديدة حوالي سبعمائة وتلاتين إلى الآن وبصدى التعيين أكثر من خونسمائة الآن هذه حوالي ألف ومتين وإن شاء الله يصبح سلاسة ألاف من خلال المسابقة التي نعمل بها سندفع بسلاسة ألاف شاب من أفضل شباب نصر والعالم العابي والإسلامي في الوعي والفهم والثقافة والتواصل اللي إحنا شخص أنا مش عايزة حاجة تدفعهم في المدن والمحافظات القبرة أنا عايزةهم نروحوا للمحافظات البعيدة أقول لحضرتك إحنا لو دخلت على الموقع معظم مواحل مناطق الحدودية جزء منهم في شمال سيناء وجزء منهم في مرص مطروح وجزء منهم في الوادي الجديد وجزء منهم في أسوان وجزء منهم في حلاب وشلاتين وجزء في المحافظات التي بها عجز لإن إحنا فعلا ومعظمهم العدد بالمناسبة إلى الآن لم يتسلم لم يتسلم إمام واحد منهم بالقهر الكبرة بالقهر الكبرة لأن الاهتمام عن الوزير كان بدوائر الضوء والبوض يمكن في عدد منهم في الجيزة ويعلم جميع من يتابعونني إن لا استثناءات بالمناسبة حد يجي يقول لي تبعيزا المناطق الحدودية دي والضيف والقهر صحيح يمكن فيه عدد قليل استلم في محافظة الجيزة أيضا لأن الجيزة بها عجز في بعض المناطق نريد أن نسده الحقيقة لفت نظري الآن الحديث عن المشروع المهم جدا اللي قدمه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لسياد الرئيس والمتعلق بإنشاء أكاديمية لتدريب الدعاء والخطباء وأعتقد أن هذه ستمثل نقلة نوعية في طبيعة الجهود التي يمكن أن تبذل وصلنا لإيه في التعاون في هذه المناطق صحيح طبعا يعني أنا زي ما أكدت وبهذه المناسبة أنا يعني وأكد بصورة واضحة نحن نعمل مع فضيلة الإمام باعتباره وحقه كونه أأس المؤسسة الدينية في مصر وأنا قلت وأوضحت في أكثر من بينامج وما زلت أوضح أنا شخصيا أتعمل مع الإمام على أنه والد كريم وأستاذ فاضل وصاحب فضل وأنه كن له كل الاحترام والتقدير لشخصي وصفته معلل سنتين على المستوى الشخصي وعلى مستوى كونه الإمام الأكبر شيخ الأزهر وطبعا بنؤكد أن كلنا كأزهريين وقاطنيين